منورات بحرية مصرية وأمريكية في مياه البحر الأحمر وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدين المنورات البحرية شاركت فيها من الجانب المصري فرقاتة الصواريخ الموجهة شرم الشيخ أو ENS FFG 9001 أما من الجانب الأمريكي فقد شاركت سفينة النقل البرمائية يو اس اسم رست البي دي تويني فايف والتي سميت بهذا الاسم تكريما لركابي وطاقم طائرة يونيتد ايرلينز الرحلة رقم ثلاثة وتسعين والتي سقطت في بنسلفانيا قبل أن يتوجه بها الخاطفون إلى مبنى الكونغرس وذلك في الحادي عشر من سبتمبر التمرين البحري المشترك يعرف بالتمرين العابر التمرين البحري وهذا تضمن التدريب على أنشطة قتالية بحرية مختلفة وحاكت تدريب التصدي لهجمات بحرية غير تقليدية والتصدي لهجمات سواء كانت على مستوى سطح البحر أو من الجو أو حتى تحت سطح الماء أو إلكترونيا وتم إجراء تدريب إضافي حيث نفذت السفن أسلوب الإحلال والتجديد في البحر لتعزيز قدرتها على العمل معا وزيادة مهارات المناولة للسفن ويشمل ذلك نقل الوقود والذخائر والإمدادات من سفينة إلى أخرى أثناء وجودها في البحر وبحسب استفارة الأمريكية في القاهرة فإن التمرين البحرية عكس التنصيق والتعاون العسكري بين الجانبين